فضلت الشيخ لنبدأ بالأسئلة المتعلقة ببعض المعاملات المالية المعاصرة التي أصبحت منتشرة في أوساط الناس و كذلك أصبح الوصول إليها أيضا سهلا لا يتطلب الكثير من الجهد التسويق الشبكي مثلا أعرفه في السؤال لتضيف بعد ذلك ما ينقصه من تعريف و تبين لنا الأحكام طريقة تسويقية لمنتج شركة معينة يتحصل فيه ربح للشركة و للمشتري حيث يقوم المشتري بالتشارط بينه و بين الشركة ربما قد يكون تشارط و قد لا يكون بإقناع زبائن آخرين لشراء المنتج نفسه مقابل أن يحصل هو على نسبة معينة و كلما ساهم أو أسهم في إقناع عدد كبير كان ذلك زيادة في نسبة أرباحه ثم يقوم الآخرون الذين أقنعهم أيضا بنفس الدور ما الحكم الشرعي لهذه المعاملة و هل فيها أيضا تفصيلات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا بواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و اهدنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت الأعز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فكما تفضلتم لقد ظهرت في حياة الناس اليوم كثير من المعاملات المالية و نحن نعلم أن هذه الشريعة التي أكرمنا الله سبحانه و تعالى بها جاءت لكي تحقق السعادة لهذا الإنسان في حياته الدنيا و لكي تجلب له الفلاحة و النجاة في العقباء بدرء المفاسد عنه في معيشته و بجلب المصالح له و لمجتمعه و لوطنه و لتوزيع الثروة توزيعا عادلا على أبناء المجتمع و لإقامة أول معاملاتهم بمختلف أنواعها المالية و الاجتماعية و ما سواها على أسس متينة من الخلق القويم و الآداب الرفيعة و من مراعاة حكم و مقاصد هذا الدين التي أودعها الله سبحانه و تعالى في تشريعاته و أحكامه و لذلك فإنما يستجد من أنواع من المعاملات المالية شأنه في ذلك شأن ما يستجد من مختلف قضايا الناس المعيشية لا بد أن يرجع إلى أصول شرعية عامة أو تفصيلية فإما أن تتناوله الأحكام الشرعية بأدلة تفصيلية أو أنه يرجع إلى قواعد كلية أو قواعد عامة أو ضوابط يمكن رد فروع تلك القضية و تفصيلاتها إليها بحيث يستنبط أهل العلم الأكفاء حكمها الشرعي و يبينه للناس و من هذه المعاملات ما أشرتم إليه و عرفتموه تعريفا وافيا من أمر التسويق الشبكي و بعضهم يسميه التسويق الهرمي و مرت فترة كان كثير من الناس أيضا يسمونه بالتسويق الشجري و ذلك لأنه يقوم في الأساس على أن يقوم المتعاملون مع الشركة بجلب زبائن و بقدر ما يجلبون من زبائن يشترون للسلعة المروج لها فإنهم يأخذون عمولة بتصنيف شبكي معين بحيث يعد الزبائن الجدد من أتباع ذلك السمسار أو ذلك الزبون القديم و يقسمونه تقسيما شجريا أو تقسيما شبكيا بحيث يحظى بعمولة مقابل كل زبون جديد يأتي به و هذا الزبون أو هذا العميل يأتي بآخرين فيحصل هو و يحصل من أتى به أيضا على عمولة في مقابل ذلك و بكثير من التحري و السؤال عن تفاصيل هذه الشركات تبين أنها على أنواع فمنها شركات وهمية الوهم فيها واضح فهي لا تروج إلا لوهم و ليست هناك سلعة حقيقية تروج لها أو تبيعها للناس و منها شركات هي دون ذلك هي أفضل حالا بقليل من هذه الشركات الوهمية تسعى إلى الإثراء من خلال إقناع الزبائن بالشراء منها مع أن السلعة في حقيقتها غير مقصودة إذ المقصود في الغالب هو ما يدفعه هؤلاء المشتركون الجدد في ظاهر الأمر شراء للسلعة فيدفعونه ثم يكون مما يدفع مجموعهم ما تقوم به الشركة من توزيعه على هؤلاء الزبائن قديمهم و حديثهم القديم منهم و الجديد و بذلك فهي أشبه بل هي أقرب إلى كسب المال من خلال المال نفسه و كأنها يعني بيع أو حصول على المال من خلال الاشتراكات المالية للزبائن أنفسهم و نحن نعلم أن الأحكام المعاملات المالية في هذا الدين جاءت لأجل إحداث تنمية و تحقيق رخاء للناس و هي في عموم أحوالها تتصل بإنتاج حقيقي سواء كان هذا الإنتاج متصلا بسلع أي ببضائع و أعيان أو كان متصلا بخدمات بمنافع و مصالح يحتاج إليها الناس من خلال العقود التي أقرتها هذه الشريعة من عقود المعاوضات أو عقود التبرعات أو غيرها من العقود لكن هذه المعاني جميعا غير ملحوظة في هذا النوع من الكسب لأن كما قلت هناك ليست هناك أي تنمية و لا إنتاج حقيقي و هناك دفع للناس إلى ترك أعمالهم و الانصراف إلى الترويج و الإعلان عن سلع قد لا يحتاجون إليها بل لا يحتاجون إليها أصلا و إنما يشترونها لأجل الدخول و الحصول على العمولة فالسلعة غير مقصودة بالذات و إن هناك أموال طائلة تبذل من قبل الشركة في هذه العملية و بحساب بسيط تبين أن هذه الأموال التي تدفعها الشركة لا بد أن تكون أن تمثل جزءا من أرباحها لأن دعوة هذه الشركات التي تلجأ إلى التسويق الشبكي أنها تريد أن تتجنب طرق الترويج العادية التقليدية فلا تريد أن تقوم بترويج و إعلانات عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة و من خلال النماذج النمطية التي اعتاد الناس عليها و التي اعتادت عليها الشركات و تدفع فيها أموال طائلة لا سيما الشركات الكبرى هي تريد أن تصل إلى المستهلكين من خلال المستهلكين أنفسهم فتريد أن تتجنب لكن تبين أن حجم الأموال التي تدفعها لهؤلاء المستهلكين المروجين أو السماسرة هي أموال طائلة مما يعني أن تلك السلع بالضرورة بيعت بأسعار خيالية لا تتناسب مع حقيقتها و مع صنعتها و هذا باب آخر يؤكد أن هذه الشركات إنما تريد الإثراء على حساب دخول مشترين أو دخول سماسرة جدد يدفعون أموالا عن طريق ما يظهر أنه شراء للسلعة ثم ترد إليهم بعض هذه الأموال ثم إن هذه الشركات لا تحظى في غالب الأحوال و في أكثر البلدان لا تحظى بموافقة من الجهات المعنية ولا غطاء قانوني لها حتى و إن ادعى البعض أن هناك من الشركات من استخرجت تصاريحا من الجهات المعنية فإن تلك التصاريح إنما هي لمزاولة نشاط تجاري ببيع سلع معينة و لا علاقة للترويج الشبكي أو التسويق الشبكي الذي تقوم عليه في الأساس الذي هو قوام ربحها و ثرائها لا علاقة له بالتصريح الذي حصلت عليه فلأجر كل هذه الأسباب فإن القول بحرمة مثل هذا النوع من الكسب هو الأظهر مع وجود خلاف بين أهل العلم المعاصرين حول هذا النوع من الكسب و هذا النوع من الترويج من خلال التسويق الشبكي لكن أغلب الفقهاء المعاصرين استقرت كلمتهم بعدما رأوا أنواعا من هذه الشركات و رأوا كيف أنها تسعى فعلا إلى الإثراء من خلال اشتراكات الناس و من خلال أموالهم لا من خلال عرض سلع حقيقية يحتاج إليها الناس و أن أنتهز هذه الفرصة لكي أشير أيضا إلى مسألة مهمة في هذا السياق و هو ما يتصل بالترويج و الإعلان فإن واقع فقهاء المسلمين اليوم للأسف الشديد أنه لم يتناول فقه الترويج و الإعلان تناولا يضع له ضوابطه و يحدد له معالمه و يبين مراشده للناس للشركات و لكل الراغبين في الترويج و الإعلان و إنما أتي به تقليدا لغيرنا ممن تطغى عليهم ثقافة الاستهلاك و ممن يروجون لسلع و يزينونها للناس مع عدم حاجة الناس و المجتمعات إليها فيكثر في الناس الاستهلاك و هذا يؤدي إلى استنزاف ثرواتهم و إلى القضاء على مدخراتهم و إلى تنافسهم على سلع و بضائع لا يحتاجون إليها و لا يستخدمونها في واقع حياتهم و هذا ملحظ لا بد أن يتداركه فقهاء الإسلام اليوم بحيث يصلون إلى معايير واضحة لفقه الترويج و الإعلان للبضاع و الخدمات و السلع و المنافع لأن هذه في ذاتها تحكمها أحكام شرعية و ضوابط خلقية لا بد من التقيد بها أما أن يصل الحال إلى أن يكون الترويج و الإعلان في ذاته سببا لكسب المال فهذا دليل آخر يؤكد على أن مجتمعات المسلمين قد وصلت إلى مرحلة بعيدة من طغيان الاستهلاك عليهم و من تنافسهم على الدرهم و الدينار دون مراعاة لأحكام هذا الدين و لمقاصد شريعته من خلال التشريعات المتصلة بالأموال و تثميرها و الله تعالى آلم و هو فيما يتعلق بالإعلانات كانت لدينا أطماع في أن نتناول أيضا بعض مسائله لأنه ليس فقط يروج لسلع استهلاكية لا يحتاجها المجتمع إنما أيضا يستهلك الإنسان نفسه يستهلك الرجل يستهلك المرأة في صور قد لا تكون لائقة فضل الشيخ هل معنى هذا أن كل الشركات المتعاملة بالتسويق الشبكي تجتمع أو يجتمع عليها هذا الحكم لأنه ربما قرية أن بعض الشركات قد تستثنى أو مسألة الاستثناء انتهت الآن يعني بتتبع كثير من الشركات التي وردت إلينا في بلادنا وجدنا أنها شركات حتى فيما يتصل بالعناوين المثبتة في مواقعها الإلكترونية وفي منشوراتها تبين أنها أماكن لا وجود لها على سبيل المثال وتدعي أنها شركات تنتسب إلى بلدان معينة لكنها بعد ذلك يتضح أن مصدرها بلدان أخرى غير تلك البلدان التي تدعي أنها وجدت فيها وانتسبت إليها هذا هو الحكم العام متى ما وجدت شركة يعني تعتمد مثل هذه الفكرة بصورة أو بأخرى فإنه حينها أو تزعم أنها تختلف في مضمونها وفي معناها وممارساتها عن هذا الوصف الذي تقدم فإنه يمكن أن ينظر فيها استقلالا لكن الحكم العام هو الذي تقدم إذن مسألة التحريم تتجه إلى هذه الأساليب المتبعة فيه وإلا فالتسويق بطريقة شبكية بحد ذاته هو ذاته التسويق الشبكي هو يعني الصور التي وجدت هي هذه الصور التي أدت إلى ترجيح القول بالتحريم ولذلك فإن كثيرا كما قلت من الفقهاء المعاصرين يرون أن فكرة التسويق الشبكي في حد ذاتها لا أصل لها شرعا يمكن أن يكون مسوغا لإجازتها يعني هي تقوم على أن يبذل الإنسان جهده ووقته في إقناع الآخرين بشراء سلع إقناعهم بشراء سلع قد لا يعرفونها أصلا لم يكونوا يعرفونها أو لا يحتاجون إليها أبدا وتعقد لهم دورات في كيفية الترويج وإقناع الآخرين ثم تسجيل هؤلاء في تصنيف شبكي معين و يعني لاحظنا أيضا أن جملة من هذه الشركات كلما صرح العلماء بمحذور شرعي فإنهم يحذفونه من عقودهم أو يعني يغيرون الصياغة وهذا كما قلت يعني ثم لا ضمانات هناك لا توجد ضمانات لهؤلاء تحميهم في حالة ما يمكن أن يصيب أمثال هذه الشركات من خسائر يمكن أن توجي بمدخرات الناس وأموالهم